EFM Special Radio Campus مع حسين بلوائر على EFM أحلى راديو السلامة أهلا وصهلا بالجميع مرحبا بيكم الناس الكل معنا هذه EFM أحلى راديو مرحبا بيكم في الألو EFM Special Radio Campus الألو EFM Special Radio Campus من توا حتى الأربع كالعادة موعدة الجمعة من ألو EFM Special Radio Campus نزوكم معنا إلى حدث بيش ينتظم في نهاية شهر فيفري أما من توا قونا نحكيو عليه بشكاكة العبادة المهتمة خاصة الطلبة وتلميذ اللي حضروا في رواحهم لتجربة للدراسة في الخارج بيش يبرمجوا يحطوا في الكالندريين متاحهم من توا تواريخ 23, 24 و 25 فيفري من بين سوسا تونس وصفيقس بيش تكون نحذيكم قفلة كاملة نجحون قولوا معرف كامل تظاهر طلابية كبيرة برشة سنوية هي من تنظيم سالون دو لغيونتاسيون دونك ديزيتود ألترانجي التوجيه من جهة ولكن أيضا الدراسة في الخارج الناس اللي قاعدة تبرمج بما أنو الحكاية هذية ما ديش من ليلة ونهار فرصة بيش في السالون هذي تلقوا الناس الكل دونك تقيدوا التواريخ 23, 24, 25 فيفري تونس صفيقس وصوصة دبعة شوية نقول لكم في أين الهار في أنا بلاسة وبالضبطين سعيد جدا يحضر معنا صديقنا اسكندر لاخدر شارجي الديفلوبمون كوميرسيال في استوديو إفنتس عسلامة اسكندر مرحبا عسلامة سبا لابنس أول مرة معنا بلا بي تصفيق على اسكندر يا سي أمين تصفيق على اسكندر أول مرة يحضر معنا في في البلاتو هنا نورتنا سي اسكندر ونفرح هناك العباد اللي تحضر معنا أول مرة تحضر السبب بهم دونك موعد سنوي ولا السالون هذي بالنسبة للسجون هول السالون هذي نعملوه في دوز ايديسيون في العام فما ايديسيون في مارس و ايديسيون في جوان في جوان خطر بعض ما يكملوا لقراية وكل شيء اما يلزم نعملو في مارس مش هوم يحضروا رواحهم يبدوا يعرفوا ليديل شنو بش يختاروا في التوجيه متاحهم شنو البولدين اللي نجموا يمشيوا لهم شنو ما لي تاريف شنو ما ليزيونيورسيتي برشة حاجات بش يكونوا موجودين في السالون هذي بش يعاونوا ليزيتيو ديون والليسيين فش هوا متاع البركور اللي ينويورسيتير متاحهم اللي بش يكملوا يعني الاختيار ما هوش اعتباطي طو في جوان نفهموها نيش حينش دود الواحد عارف نوتاتو هاوكا بش يفينا ليزي حكايات عارف همورو هالمعادلات وهل الارقام وين بش تازو اما طو في وسط العاب هي ما فمش واحد رو يختار تقريبا الوجهة الجامعية متاعو في جمعة بعض الباكرة ويبدى عندو فكرة تقريبا لونك الاختيار هو للك اللي عبادي اللي يتوى نوية برمجة فاما عبادي تبرمج ديجاه هي من اللي هي في البرميراني والدو زياماني في الليسي مش يختار مات فيزيك التكنيك شنوه بش يعمل مش هو ديجاه عارف روحه في الفاك شنوه بش يقرأ وشنوه يحب يخدم وكل شاي تاوى بالنسبة المارسيه هو ما تاوى مثلا بالنسبة الليسيه في البرمجة متاع الباك دونك في الباك تاوى مش ناجم يحب مثلا يخرج يقرأ البرا في معانا بش يمشي لهم بش يجي من تاوى ناجم يختار هو بش يمشي باي اصلا فرصة بش يلقى الناس الكل بربيع خلنا عطيه التاريخ وين بضبط بش تكون كل تاريخ في انابلس انا بتاوى فاك ناجم يحمس اللوكسيدونتال في سويسة في سبيق السامحني في سفيق سبيكون في الكسيدونتال كيف كيف نفس التوقيت من عشرة مهتمع الصباح ثم beings on 15feriat应ya''ウ shall be 25f in shallah في Escape w bez so Sam to be waz on warn People's Salon هو صالون التوجيه بالتوجيه والدراسة بالخرج. التركيز على عملية التوجيه وترkيز على الدراسة بالخرج. هنا د행يع нетπлиз hiding what freedom is such and what freedom is with this work. There are some departments in research to help us network and learn physical education, this is the Master of a Community training, and the way to it is the film then understand الامكانيات متى هو بش يمشي هو مثلا يقرأ البرة ولا في تونس بش نرجو احنا البعض شوي اللي باكتسيبان لانو ما هوش صالون الاعتياد ينقوا فيه حتى يعني كما قولوا البعثات الديبلوماسية بش تكون حاضرة وصفارات وش نعطيكم قائمة الدول اللي بش تكون حاضرة وقائمة الويشات هذا كلتو نرجع شوي بتفاصيل هكاية عموميات محلول للناس الكل صالون هذين نس كل تجم تشارك طلبة تلميذ عباد كاملة تقعد تخدم ربما تحب تبدأ كارير جديد عن طريق دراسة جديدة هو محلول للناس الكل لأكسي غراتوية ديجا للناس الكل بالنسبة اللي سياء حتى اللي پارو متيحوا مناجموا يحضروا معاهم لزيتودين اللي حب يعود يعمل ريوريونتاشون يبدل توجيه متى ويختار دومين اخر جي لنه موجود لأكسي غراتوية جوستيام الانسكريبشي على استودion.event بي استودion.event يعمر كما نقول يعمر الفورمولير وللي ما عرفت كيفاش يعمر الفورمولير لنجم لجور جي يحضر سور بلاس يعمل انسكريبشي بي قبل ما نحكي وشكون بش يكونوا حاضرين لشكون يتوجه اكثر تفاصيل وخاصة انو نو صالون هذي بش تكون فيه انشتة بي استودion اي بتاتي في كلي ما هو عالق الناسات الجميعي هيا استوديون إيوانتس أجنس دو كميناكسيون إيوانمانسيال أما سيما معناه في السكتور إيوكاتيف نعملو دي جورنيه دوريونتسيون دي تورنيه وإلا دي سالان كبار دي ما في السكتور إيوكاتيف نقض بي بوب و هانا راجعين مكاملين معاكم اليوم في الو افم سبيسيال راديو كومبوس نعطيكم تفاصيل حول صالون التوجيه ورجعنا لكم في الو افم سبيسيال راديو كومبوس موعد الجمعة نحكيو عليه موعد موعدة ربيع خلينا قوم زينا نشر بي عاما وخاصة انه لا يمتجي ان شاء الله ربي رزقنا بالمطار انتلاقنا من الغدوة ان شاء الله يا ربي اما هو موعد منتصف السنة اللي تختاروا استوديون إيوانتس لتنظيم دورة الأولى في العام لانو كما كان يحكينا صديقنا اسكندر الاخضر عن استوديون إيوانت على الجزء الأول متاع الصالون هذي انا شو مقولوا دونك بيش يكون في فيفري وبعد شويش نزوكم مبعاظنا المالطة الاسبانيا للدبي مع جلوبال بزنس سكول اللي بيش يكونوا حاضرين معنا للحديث عن حضورهم دونك في أسالون بيش يكونوا ونبدأ بالنقطة هذي محمد في جزء اسكندر عفوا في جزءنا الثاني بيش يكونوا مؤسسات تعليمية تونسية وأجنبية حاضرين في الصالون فاسر لنا أكثر نقطة هذي فما ديز يونيورسيتي تونيزيين بيش يكونوا حاضرين في الصالون بتاعنا وفما زيدة ديز يونيورسيتي من خارج تونس فما برشا بولدين بيش يكونوا حاضرين كيما فرنسا مالتا لانجريس اسبانيا تشيك برشا بولدين فما من الكندا زيدة بيش يكونوا حاضرين بريسك براتيكمو معناها من برشا برشا بولدين في العالم اللي التوينسا ديجا هم يحبوا يقرأوا فيهم البولدين هذوكم والاكسي لهم سهل بالنسبة للتوينسا بيانسور بيش تلقى شكون بيش ينصحك بيش يعطيك البروسيدور كيفيش بيش تمشي للبلاد إكس ولا لإغراج ولا هذي ولا هذي بيش انتي تعرف شنو تختار شنوى مثلا البودجي قديش يجب تتكلف كيفيش العيشة بيش تكون غادية كيفيش أوق isol hingeوت IBM الل 5 فيothe نسبت له معاقي عاجن في مد كفلية جميعات الجنبية أجنبيا تعني اجنبيه أجنع والدي الصند أجن على magistر المناسب لنهاد الاستان بثنان كل النيغرسية Pois كينا كنت helicopter بشي كونو كل واحد عكل الونيفرسيتي عند هاستان متاحة واللي ريبريزنطان متاحة جايين هما دي جامل بره وبشي عطيو اللي كونسي وكيفيش اللي بروسيدور الكل بالنسبة للي سيان اللي حابوا يقرؤوا معا هالي عملية تفسيرية ما عملية انتداب بزادة مثلا انا كتلميذ ولا كطالب عجبتني جمعا دي كنجم نبدا البروسيدور سور بلاس نخو معاهم من كونتاكت كيفش يتم العملية بضبط فما دي دي ميدياتور بشي كونو حاضرين بشي سهلو تقول العملية هذية مثلا بان سور بان سور بهم دي جا بشي كونو معنا حاضرين انت بش تمشي تستفسر من اللول ومباعد كي بش تعش بك حاجة دي جا فما دي كابيني ده انترميدياسيون بشي كونو يعاونو كيفيش انت بش تتطلع بش تختار الفاق اللي اخترتها بشي يعطيوك البروسيدور هما الاغلبية معنها متاع الانتاع الانتاع ليز انت عندهم ربريزنطان متاحة في تونس لي بش تتعامل انت معا معنا الدكبيني ده انترميدياسيون لي بش انت مثلا طبع معها يكونون حاضرين معهم. كما قلنا ممثلين تقريبا دولي بيش تكون حاضرين تسميتنا البعض. قدش من دولة بشي يكونوا حاضرين او ممثلي جامعات من الدول الاجنبية بشي كونوا حاضرين؟ هم بشي كونوا حاضرين بارشة دول كما فرنسا مالة لانجريس بانيا دبي فما كاندا فما تشيك فما اليوكاي وفاما الدوتر ديستيناسيون زيدة فاما توركيا وفاما الاخرين الكلتناش مطلقاها مع الباش فيسبوك متاعنا ديكو فاما ديستيناسيون جديدة انا علموكم به وكذو ما بشيكونوا ممثلين عبر مشموعة من المؤسسات التعليمية في اختصاصات متعددة ولا مثلا شيكونوا تقريبا كلهم نفس الاختصاص والجامعات اللي بش تحضر بش تقترح على الطالب يعني الطالب اللي بش يجي للسالون يعني بش يلقى عنده شوى مثلا في الجامعات وفي الاختصاصات اللي نجم يبدأ معها المشوار الجامعين تاعه بش يلقى عنده برشة شوى كسوى في الديستيناسيون كسوى في الديومين متاع الديوكاسيون برشة موجودين بريسك الديومين الكل معناها ينجم هو يختار هو دي جاء معناها هو جاي للسالون خطر مش عارف روح وش نو يحب يختار دونك نحنا جبني لهم فما برشة فاريتي متاع دي دومين بش ناش مو يقراوا فيها بي كي ما قلنا بعد شويش نهزوكم الاسبانيا المالطة ايضا الدبي مشموعة من الوجهات والمؤسسات الجامعية اللي بش تكون حاضرة ضيفة على استوديون ايفنتز في صالون التوجيه الجامعي الجامعي والدراسة بالخارج نذكركم ايام ثلاثة وعشرين في في السوسة اربع وعشرين في في تونس وخمسة وعشرين في في سفيقس ثم بعد اسكندر يعطينا دونك عموما كيقولوا معرضوا صالون فما دي برومو حتى على مستوى هكا هالجامعات تنجمت مثلا في دورات سابقة مثلا جيب معها دي برومو حتى على مستوى الاسعار ولا فرص على مستوى الافكار على مستوى البرزان شارج فما منو هذي عموما هكا تقريبا يعني ، رجالب يقولون بطريقة هدوا industriاض دونسي بعمل الشيه دونسى كم هدوا willingness ا luôn بغض لتزيائر بعض الدينสائر حتى لديستيناسيون معناها أنه هما اللي اخترناهم ديجا معناها أكسيسيب البريسك للمجوريتين متاع التوينسا معناها قادرين ماديا أنهم يقرأوا فيهم لزينيفرسيتي ذوما والبلدان ذوما فما برشا تسهيلات بيانسور لحظات ويلتحق بنا الأستاذ محمد وساما كامل المدير المينة دونك مدير جلوبل بزنس سكول في برشلونة في شرق الأوسط وشمال إفريقيا معنا أستاذ بعد لحظات يلتحق بنا دونك نمشيوا موزيكا وبعد نرجو نستقبلوا أستاذ محمد ونكاملوا معكم رحلة في ألو افم سبيسيال غاديو كومبيوس محل راديو رجعنا لكم هذه ثلاثة ونصف مرحبا بالجميع على الجمعة التسعة فيفري فينوار وعشرين ذي في سيسكندر الأخضر شارجة ديفلوفتمون كوميرسيال في استوديوان إفنت مرحبا إسكندر نحكي وعلى سالونة توجيه الجامعي والدراسة بالخارج من تنظيم استوديوان إفنت سيهم ثلاثة وعشرين واربع عشرين وخمس وعشرين فيفري في سوسة أونس وصفاق سمبان الحضور بيش تكون حاضرة بيقوها ومعنا على الخط في المباشر أستاذ محمد وساما كامل مدير منطقة شرق الأوسط والشمال إفريقيا بالجي بي اس بي أستاذ محمد مساء نور مرحبا بيك مجددا معنا على إذاعة يفهم مساء الخير الأخبار الحمد لله يعني لازم ننتظر موعد معرض أو صالون جديد كي نستمع لهذا الصوت مرحبا بيك أستاذ محمد على طول الله يعني أحب بعضهم يعني أشاركوا يعني من يعني في أي وقت مرحبا بيك أستاذ محمد خنذكروا المستمعين متاعنا وأيضا طلبة اللي تابعوا البرنامج متاعنا بالجلوبال بيزنس سكول ووجودها أساسا في إسبانيا ثم إشعاها في العالم من خلال افتتاحها لمقرات خاصة في دولة مالطا نفس البرنامج يعني الدراسي نحافظ عليه جلوبال بيزنس سكول في مختلف يعني الوجهات والدول اللي هي موجودة فيها آه طبعا هو أصلا البرنامج الأساسي اللي هو البيزنس احنا بندرس بيزنس بمختلف مجالاته سواء كان ماركتينج سواء كان مانيجمنت سواء كان فاينانس ايكناميكس كل مجالات البيزنس المختلفة آه وكمان حتى بنواكب المجالات الجديدة اللي حصلة زي الفينتيك اللي هو الفاينانس تكنولوجي أو السبورس مانيجمنت اللي حتى المجالات اللي بتحصل أو بتجد على هذا العالم احنا برضو بنحاول ندرسها الطلاب بتاعتنا بالنسبة للنعرف انه هذه واحدة من اقدم يعني المؤسسات التعليمية في اسبانيا بالاساس ومنذ انطلاق يعني منذ سنوات عديدة جدا على مستوى الديبلوم هل تحرس الجي بي اس بي انه تكون نفس مستوى الديبلوم أو نفس التدريس نفس القيمة العلمية والاكاديمية في مختلف الفروع متاحة في العالم بالضبط زي ما قلتلك الطالب اللي بيدرس في برشلونة أو اللي بيدرس في مدريد أو اللي بيدرس في مالكا بيلاقي نفس المستوى نفس حتى المستوى اللي بيختار عليه التاكم التدريس الموالي السوبجيكس أو المواضي اللي بندرسها حتى الجامعة نفسها هي من احسن عشر جماعات في اسبانيا من احسن خمسين جامعة في اوروبا ومن احسن مئة وخمسين جامعة طبعا الجامعة معترف بيها أو اكريدتد من يعني زي اكريدتيشن باضي موجودة في امريكا وفي انجلترا وفي كل حتة يعني الطالب اللي بيدرس عندنا بعدها بيخلص دراسة سواء اللي سانس أو الماجستير بيقدر يكمل الدراسة في أي حتة في العالم في امريكا في انجلترا في اوروبا في استراليا كل البلاد بتوافتوحة لي لان المنهج التعليمي نفسه معترف بيه من كل البلاد ميشة المشاركة الاولى بالنسبة ليكم استاذ محمد كغلابل بيزنس سكول في الصالون التوشيه الجامعي ودراسة بالخارج من تنظيم استوديو ايفنت يعني اصراركم على المشاركة دوما في هذه التظاهرات الطلبية خلنا نرجع لها شو الهدف وشو ستقدم يعني مثلا غلابل بيزنس سكول خلال لقاءها مع طلبة اللي بيش يكونوا حاضرين في هذا الصالون والله زي ما تقلت بالظبط دي تاني مرة احنا نحضر مع اه نحضر المعرض التعليمي والسبب الصالون ان احنا بنحضر لان احنا فعلا بنقابل طلاب للمستوى الدراسي طاقهم عالي جدا عايزين يوسعوا افاقهم عايزين يدرسوا في مكان احسن يساعدهم في دراساتهم او في شغلهم بعد كده فطبعا ده السبب اللي بيخلينا ندرس الطلاب التونسيين ما شاء الله عليهم يعني اه 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 متعلمين تعليم كويس جدا فسواء الطلاب اللي هيتملوا ده اللسانس او الماجستير بي اه بنحب نقابل طلاب زي كده عندهم تعليم كويس وعايزين يتوروا في تعليم بتاعهم فعشان كده ده السبب اللي بيخلينا على طول اه نشارك اه المعرض ده واتاني حاجة بالنسبة للطلاب اللي هيشاركوا في المعرض ان شاء الله هيبقى فيه اه يعني اه سكولرشيب حصرية اه للطلاب لها تشاركوا المعرض سواء اللسانس او الماجستير وآه بس هما بيجوا يتكلموا معنا في المعرض اشروح لهم اكتر عن اه الدراسة عن الفرص العمل اللي ممكن يقابلوها وكل الكلام ده وهيبقى فيه ان شاء الله اه اه عرض حصرية للطلاب ديه هناك تعاون بين فروع الجلوبال بيزنس سكول في العالم مثلا لو انه طالب يبدأ دراسته في مالطا مثلا ممكن يخلص ماستر بعد اه في اه مدريد او برشلونة يعني هناك تعاون بين فروع المؤسسات الجامعية لجلوبال بيزنس سكول بيزنس سكول زي ما انت بتقول طبعا فيه الطالب لو مسلا اه خلص اللسانس عندنا يقدر يخشها ماجستير على طول في اي اه تانبس تاني او اي مكان تاني سواء كان مدريد او برشلونة او مالطا ومش بس لكده لو طالب حتى بيدرس اللسانس اللسانس عندنا ثلاث سنين الطالب ممكن يعمل اه يعني سنة في برشلونة سنة في مادريد سنا في مالطا سنتين في برشلونة وآخر سنة في مدريد لأن زي ما قلت لك نفس النظام التعليمي نفس المناهج نفس العقوم التدريس كلها هي هي فلو درس في مرشلونة هياخد نفس النظام التعليم لو درس في مدريد هيبقى هو هو ولو درس في ملطة هيبقى هو هو بس بيقى فيه فرق بس البلاد نفسها يعني مثلا ملطة ممكن تكون مثلا مصارفها كدراسة أقل شوية من برشلونة مصاريف المعيشة أقل سواء من برشلونة طلاب يحبوا مثلا برشلونة لو بيلعب مثلا في رياضة معينة في يكون في برشلونة وميكونش في مدريد بس لكن هو هو كجامعة نفس نظام التعليم نفس المنافج نفس كل حاجة بس بتوقف على الطالب يحب يعمل ايه ولا على طول ما يحب أنصر حالطلاب أنه هم يعني يشوفوا كل البلاد يشوفوا كل الأماكن عشان يبقى عنده مش بس كدراسة لا يبقى كمان شايف بلاد مختلفة فبياخد خبرات مختلفة من بلاد دي فعلى طول بحب أرصح الطلاب أنهما يبدوا الأماكن كلها ويدرسوا كل الأماكن كلها لو يقدروا طبعا عنا طلبة وينسا في الـ Global Business Schools طبعا يعني عندها طلاب في تونس سواء في برشلونة سواء في مالطة عندها طلاب في مدريد كمان طلاب يدرسوا لصول وطلاب يدرسوا ماجستير وكمان حاجات مختلفة يعني في طلاب يدرسوا مثلا في طلاب فاشن بيزنس في طلاب يدرسوا مثلا إدارة يعني في طلاب يدرسوا حاجات مختلفة ومن تونس ومن مصر ومن جميع الحال العالم بس طبعا عندها طلاب كتير من تونس شكرا لك أستاذ محمد نلتقي إن شاء الله معاك ومن سيمثل الـ Global Business School في تونس خلال مشاركتكم في صالون التوجيه الجامعي ودراسة بالخارج يوم 23-24-25 في فريق بين تونس سوسة وصفاق شكرا لك أستاذ محمد يعطيك ألف صح على قبول دعوتنا إذن كي قريت شغلت لك سيسكندر بيلي بش تكون فهمة تخفيضات وفهم منح حتى أيضا ممكن تكون كما كان يعني يحكي أستاذ محمد علش نشجع الطلبة يعني ببليش وامشي اسئل ولا مش ليز ما قالك حد قيد ما قالك حد بدأ الإجراءات امشي اسئل خاصة إنه هالنس الكل بش تتلمف فرض بلاسة في نهار واحد يعطيك صح معناها تفجي أنت تحضر بش تلقى الأكتور الموجودين في نفس المكان تشكي في نفس البلاس تمتلك المنظمة مثل المنظمة وانتكون من تونس وانتبه من منظم فما دي كونسييه دريون تسيون معنائها وفما دي كابينيه دانتهر ميديسيون معنائها دوم الكل بشيكون ممثلين هذا يمشي تليل الجزء ثاني نحنا حكينا الجزء الأول بشيكون محظرين فيه الجامعات ممثل الجامعات كما كان معنا الأستاذ محمد قلوب البيزنس سكول ولي الجزء الثاني هو بشيكون فيه ممثلين على كما قلت انتي سفارات البيوت ميديسيون دانتر ميديسيون للبعثات القنصولية يعني نجميسل حتى على إجراءات الفيزا على التفاصيل اللي ساعد تشغل بين المواطن وما يلقى لهيش إجابة هاو جيين ومالعباد بيش جاوبة يعطيك الصحة هو اللي تديون ولا اللي سياء كي بش يحضر في السالون بش يلقى الإجابة على الأسئلة متاعه الكل براتيك ما على خاطر كيف ما قلت لك لديفيران تاكتور متاع الدومان إدوكاتيف بش يكونوا موجودين في السالون متاعنا كي ما كنت تقول تاوة لزمباسات لسيرويس كونسولير لكابينة دانترميدياسيون فاما لزي تابلسمون الانيبيرسيطير من تونس ومن خارج تونس فاما زادة دي كونسييه دوريونتاسيون هتايا رايحاجة مهمة كبيرة فاما دي كونسييه دوريونتاسيون وكاليفيه هو ما ديجا اختصاصهم التوجيه الجيمعي بش يعطيو نصائح لليزي تيديون وليليسيين في الدفيران دومان اللي حبوا يتوجهولهم كوسسوا في تونس وقالا خارج تونس زوس مع هيدا فاما اخرى ما ايش فاقت بش تكون يعني كما قلت بش نقاو كما قلو زوساليتك بارسالة في هالستاند بش تلقاو الجامعات تلقاو الممثلين تاها سفارات الشركات الوساطة الكابينة دانترميدياسيون كل شيء الناس كل ما عندهم علاقة بالعالم التعليمي والجامعي ولكن ايضا بش تكون فاما ورشيت بش تكون فاما مثل دي كندفيرانس من اعطاءذا دي كندفيرانس مثلا يقوني من مساعدان هي خسلين بش يحكي عال توجيه الجيمعي عايش نوويزمك تخر شنوويزمك تعمل شنو الي دفيران دومان شنو الي الدومان هذا شنو ними بد corps هيا وما فيهش شنو اليزمك تعمل الدومان هذا شنويزمك تعمل موعلينه hab置 بش انتي تتاثار مثلا توجيه هدا هيدا عاليش هيدا وعاليش مش هيدا فما حاجة اخرى اللي فما دي اتولي ودي واركشوب كيما دي اتولي مثلا لي سيفي كيفاش يتعملو دي واركشوب برشة حاجات بشي كونو موجودين فما دي جو وكونكور فما دي كادو بشي تفرق وزيدة في السالون هدي هدي في البرتي متاع للمشركة ذكركم فقط التسجيل على موقع التسجيل مباشرة عند الحضور ايام ثلاثة وعشرين في سوسة اربعة وعشرين في تونس خمسة وعشرين في سفيقس سالون الدراسة بالخارج وايضا التوجيه الجمعي يعني بالنسبة لحكاية الاوريونتشون خنفسرها اكتر قبل ما يلتحق فينا ضيفنا سيد محمد سراج من مباشرة من دبي شو نحكيه مع ضيوف السالون يعني شفانت كونسي دوريونتشون نمشي انا مثلا طاقل التلميذ بازلت نقرأ نجم يفسر لي اكثر يفهمني فهمني اكثر شو ما الاختصاصات اللي نجم نتوجه لهم شنية الحاجات اللي تتماشى مع امكانياتي مع المهنة مثلا اللي لحب سلنا نمشيره نقوله نحب نخدم كذا يقولي هاي اثنية اللي تهزك هذا تقريبا هو ما يسمى باللو كونسي دوريونتشون يعطيك الصح الكونسي دوريونتشون هو فما دير انسان يومون يسألوا عليهم اللي زيتوديون وإلا اللي سيان ما يعرفوش فما برش عباد ما تعرش شنوه الدومينة ذاية شنوه يلزموا مثلا سكور باريكزامبل شنوه يلزموا بيوجي شنوه اللي باش تقراها اللي شنوه باش يوصله فما شكون مثلا تلقاها عندو ايدي متاع خدمة يحب يخدمها اما ما يعرش شنية القراية اللي يلزموا يقراها شنوه الباركور يونيفرسيتار لاشنوه باش اللي يلزموا يعملوا باش هو يوصل اللي يخدم في الدومين اللي يحبه هو ولي هو يرتاح فيه اللي كونسي متاع الوريونتشون هذو ما باش يكونوا هما موجودين باش ينصحوا العباد باش يعرفوا يختاروا اكزاكتومو الطريق الصحيح اللي باش يوصل لهم الحلمات. بيه بعد شوية نذكرككم بطرق المشاركة كل عادة تواريخ وليدات وكل شيء مقبل هذين هزوكم الدبي دبي في سنوات الاخيرة في اكثر من موعد احنا كنا احكينا دونك في البرنامج متاعنا على اقبال كبير من طلبة من العالم الكل نحو دبي للدراسة خاصة خاصة لتوفر فرص عمل كبيرة وكبيرة جدا استاذ محمد عن جي بي اس دوبي دونك بزنس ديفلوبونت ماناجر منطقة شرق الاوسط وشمال الافريقيا. استاذ محمد سأنور مرحبا بيك معنا. مرحبا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك سعادة جدا مستبقلك. مرحبا توافقني في الكلام اللي قلتو انه في السنوات الاخيرة دبي اصبحت وجهة مفضلة لدى التونسيين لدى العرب لدى اجانب ايضا يجيوا الدبي للدراسة. كيف مرحبا توافقني في الكلام هذا ولا لا. ده مظبوط جدا لان بالوقتي يعني معظم الشركات الكبيرة لها فروع ليهم هناك في دبي. فباقي التارجيت كبير اوي للألاطف يعني كتير جدا ان هما بيبقوا عايزين يروحوا هناك مستقبل ان هما هيروحوا يعودوا في البلد وبرضو تعتبر بلد يعني عربية. فبالنسبة للبيرنت بيبقوا مطمين اكتر ان هما يبقوا هناك هيعودوا هيبقوا في محيط هيبقى آمن بالنسبة لهم لان هي واحدة من اكتر البلاد الآمنة فلا طبعا انا اتفق معاك. التراشي قبل ان ندخل في تفاصيل جي بي اس دبي والبرنامج التعليمي وحضوركم ان شاء الله في صالونا لتوجيه الجامعي في تونس قريبا ان شاء الله. اتراشي انه فرص العمل هي السبب الاول ايضا يعني انه نسبة البطالة كدت كد من عدمة خاصة اللي يتخرجوا من جامعات كبيرة واللي يحملوا اللي يحملوا ديبلومات يعني معترف بها كما المتخرجين من جي بي اس دبي مثلا يعني نسبة التشغيلية بالنسبة لكم كمؤسسة جامعية تابعوها طالبة اللي يتخرجوا من جي بي اس دبي قدش نسبة التشغيلية متاحهم تقريبا. نا طبعا بتبقى نسبة كبيرة لان بتاعتنا الشهادة بتاعتنا بتكون مهتمدة وبتكون مهتمدة من اه بيرسن فانت بعد ما بتخلص ممكن تدع انت تاخد يعني ممكن تاخد اخر سنة في اكتر من بلد اه في العالمي انت ممكن تخلص وتروح الى اه يوكي ممكن تروح الى يوسي ممكن تروح الى المانيا ففي بلاد كتيرة جدا تقدر انت تروح عليها لان انت الشهادة اللي معاك هي شهادة معتمدة وفي نفس الوقت انت لو عايز تفضل في اه دبي برضو اه زي ما حدا كنت بتقول فيه دلوقتي فورس كتيرة جدا للشغل تقدر انت تفضل قاعد هناك في البلد وتشتغل هناك فلا طبعا اه موضوع بعد الوقت مفتوح جدا اه اه نوعية الديبلوم هك انت طمنت عليها من الاسباب ربما حتى هنا استضفت في بعض الحالات طلبة يعني يدرسوا حاليا في 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 دبي قل لك ظروف الدراسة هناك يعني ممتازة جدا يعني نحكيه على اه اه فايف ستار يعني جامعات اه اه يعني مبيت جامعي وجامعات على اعلى طراز على مستوى المختبرات على مستوى الاسات على مستوى الكفاءات العلمية اللي تدرس ايضا هناك استاذ محمد ده مظبوط اي معظم الجامعات هناك في ممتازنها وبيبقى بيبقى في الاكوموديشن يعني احنا الاكوموديشن بتاعنا بيبقى في 50 منت من الجامعة بتقدر ان انت بيبقى في باصست وبتاخد الطلاب من من السكن للجامعة ومن الجامعة للسكن فالحاجات دي كلها بتبقى اكتر حاجات بتطمن الاهالي ان هما لما اولادهم هيسافروا مش هيبقى في بالنسبة لهم اي رزق او اي قلق ان هو مش هيبقى في اه يعني بالنسبة له الاطار كله هو اطار امن للاولاده ان هما يروحوا هياخدوا تعليم كويس جدا هيعيشوا في بيئة كويسة فدي كلها حاجات بتطمن كمان الاهالي على الولاد ان هما يروحوا ويعودوا في بيئة كويسة اه اختم بسؤال استاذ محمد مش تكونوا حاضرين ان شاء الله ايام 23 24 و 25 في صالون التوشيه الجامعي والدراسة بالخارج في تونس من تنظيم مستودون ايفانت يعني ماذا ستقدم الجي بي اس دبي هل هناك عروض هل هناك فكرة يعني ان اخذوا فكرة اولية عن حضوركم ان شاء الله في هذا الصالون انا حابب اقول لك دي لسه يعني اه ده خبر لسه جديد انا عاملين اه تخفيض خمسين في مية للطلاب اللي هيجوا ان شاء الله المؤتمر على اله على الانتاج بتاع اه اه جون وفي سكتمبر لو الطلاب هيسافروا في جون او سبتمبر اي احنا بني اديهم خمسين في مية اه تخفيض على السنة الاولى ولو الطلاب فضلوا اله يعني محققين درجات عالية بنكستاندل اه بنعمل بنخلي الخمسين في مية دي للسنة اللي بعديها كمان واضح وممتاز جدا اه طول ما هو محافظ اه طول ما هو محافظ على المستوى التعليمي ان هو يبقى اه متفوق جدا بيفضل الخمسين في مية دي معا شكرا لك استاذ محمد نلتقي ان شاء الله قريبا في تونس كما كنتم تسمعون دونك بنسا حابوا يقرأوا في جي بي اس دبي اه خلال اذا يعني تقوم بالاجراءات كما فهمت خلال السالون بش تكون فهمة خمسين بالمية تخفيض على اه السومة بتاع الدراسة بنسبة للسنة الاولى واذا طالب يتميز خلال دراسته في في دبي في السنة الاولى يحافظ على هذا التخفيض مع العلم انه دبي من الوجهات التعليمية اللي لا تطلب لكونت بلوكي لشي والفيزاة تحضرها الجامعة من اسهل 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 اه الوجهات اللي تنجم تاخذوا فيها الموافقة لحظات ونرجع بش نختم مع ذيفي سيسكندر الاخضر شعجة ديفلوفمون كوميرسيات في استوديون ايفنتس هنا راجعين. قطر نعمل وتلخيص الابرز اللي قلناه نبدأ انا بالضيوف اللي كانوا معايا عبر الهاتف مباشرة اه من اسبانيا دونك اه استاذ محمد وسامة كمال مدير شرق الاوسط شمال افريقيا سبانيا وآآ مالطا اللي حكاية انه خلال الحضور في المعرض تتم تقديم منح جامعية وايضا تخفيضات كبيرة جدا على رسوم التسجيل بالنسبة للطلب اللي بيش يجيوا للسالون هذا يا كيف كيف محمد سراش كان معنا مباشرة من دبي وهو مدير شمال افريقيا وشرق الاوسط لمجموعة جي بي اس دبي جلوبل بزنس كول دبي تحدث انه كل من سيقوم بالتسجيل خلال هذا السالون سيتمتع بخمسين بالمية على آآ رسوم التسجيل السنة الاولى ويحافظ على هذا التخفيض في صورة تميزه في الدراسة وذيك عليش قلت آآ جمالية المعارض ان يتلمن اس الكل ما يتسميش معرفة تسميش سالون كان فيش تخفيضات كان فيش شك هكما فرصة ما كما فيش آآ آآ نربح هنا ماديا شوية بش نجيك للسالون وإلى حد لان معزوز ضيوف هذي ضامنينو خلي عادا ذكروا بربي بالدول المشاركة كانت تسمح اسكندر؟ باي بالنسبة للدول المشاركة معناها فما برش دول فما فرنسا مالتا اسبانيا فما كندا فما دفاديز يونيفرسيتي من لونغري فما من توركيا فما من تشيك فما من روسيا فما من دبي زيدا وبرش بلدين واخرين زيدا بشيكونوا موجودين حاضرين معانا. وحضور هذو ما الكل ما عادهم في الصلون في الاخر يخلق تنافس بشي يستنفع منو الطالب والعيلة آآ امتاعوا. دونك الكل لهم بشيكونوا حاضرين كما قلنا عبر ممثلين لل للجامعات وهالجامعات بطبيعة بشتلقاوا معاهم دونك لزنترميدياير ولي بارتونير متاحهم في تونس هذي بالنسبة لجزء الجامعات الجزء الثاني نذكروا في السالون بشيكونوا حاضرين ممثلين عن الأسفارات عن البعثات القنصولية كما قلت لي شوكون اخر فما الممثلين عن الأسفارات هذوكم بش يشوفوا معناها اللي بروسيدور متاع بش تخرج تقرأ لبرا شنو ما هوما البروسيدور متاع الفيزات شنوى شنوى يجزم يكون موجود عندك بش ناجم تقرأ في الونيفرسيتي لبرا فما دي كابيني دانترميدياسيون اللي هوما معناها زيدا بش يعاونوا الليتوديون في البركور في البروسيسيوس كامل متاع دو اجوزك زيد لين هو يطلع يلقى روح وغاديكا في الفاكو حتى غاديكا ينجم يرجع لهم ويكلمهم معناها بش ياخذ ايد ولا بش ياخذ حاجة تعاملوا فما حتى لي سنتر متاع لونك كم فما دي ستيناسيون يلزمها لونك فما دي سنتر متاع دي لونك معناها سيرتيفية في تونس بش يكونوا حاضرين مثلا انت نجم تشارك معاهم مثلا تتعلم لونك بل ما تطلع من تاوى تبدأ تحضر في روحك للونك متاع البلاد اللي انتي بش تكرم فيه في جزء اثاني من السالون شيكونوا فما لي كونفرانس لازاتوليه على التنشيط آآ كيفاش نحضروا سيفي وبرشة تفاصيل اخرى يعني اللي ينجم يجي يعني ماذا بينا العبيد اللي بش تجي تخصص نهير كامل اللي انو عندهم ما يشوفوا وعندهم ما يزوروا وخاصة عندهم آآ ما يستنفعوا لارواحهم ولمستقبلهم من خلال كل هالفقرات اللي بش تكون حاضرة في المعارث اي ديجا هو شوام تعداد كان في ويكاند معناها بش تكون العبيد لكل تنجم تحذر فيه والبلايز ديجا معناها بش يكون في في اللايك واكسي سيبل للناس الكل في سنترفيل في توفي سوسا في الموفون بيك اكسي سيبل للناس الكل على خاطر هو انتريسون على اللخ يزمك تعطيه نهار كامل من العشرة هو ديجا للخامسة انتي مينمون بش تكون حاضر ستة سبعة سويع موما ستة سويع تضمن بهم تلقى تعرف روحك شنو تحب شنو ما الاختصاصات اللي تنجم تقراهم ستة سويع بش تبرمج بقية تحياتك راو مش شوية فيك راو فالاخر الوقت ديجا مكش بش تخصو لغيرك راك مش تخصو روحك ويدور يفهم ايش اكثر من روحك ميحتاج منك لبعض الاهمية والاهتمام فرصة زادة بش العائلات تمشي مبعاثها يعني الاولياء في الاخر هما اللي بش يدفعوا زادة الفلوس يمشوا يفهموا قدش يزموا ميحضروا بيجي اي سي اسكندر كيفاش نحضر كيفاش عطينا ساعة الادات ذكرنا بالادات وبالاماكل وعطينا السيت اللي من خلاله نجمو نعملو نسكيبشون وكن تسمح نمرو تليفون ايضا بالنسبة لي دات 23 24 25 فيفريه بش يكونوا في تونس سوسا وصفيقس النهار لو 23 فيفريه بش يكون في سوسا في الموفمبيك 24 فيفريه بش يكون في تونس في لايكو و25 فيفريه بش يكون في الاكسيدونتال في صفيقس بالنسبة التوقيت من العشرة متاع السباح هتكشي الخمسة متاع العشاية ثلاثة نتروها السالة وبالنسبة كيفاش تحب تعرفوا اكثر معلومات نجمو على الاريزو سوسيوم متاعنا استيديو ايفانتس الباج فيسبوك وقالا لانستاقرام وقالا تكلمونا على النمرو 56 269 256 56 269 253 شكرا ليكسكندر لاخضر شعجي ديفلوكمونت كوميرسال في استيديو ايفانتس شكرا امينوس كان معنا في الاخراج نسير ونعزف الاعداد يهبو ايمان في الديجيتال بعثوا يا وليد وكامل فريق في العرب يالا أنا حسن بلويا وصلى الله عليه وسلم عليكم بسلامة الناس الكل باي باي